طبعاً احنا عارفين ان احنا بنتكلم على المثلث لازم نتكلم عن أنواع المثلثات أنواع المثلث زي ما احنا عارفين ان هي بتلقسم لنوعين أول حاجة أنواع المثلث بالنسبة لأضلع 3 أنواع إما أن يكون المثلث متساوي الأضلع أو مسلث متساوي الساقين أو مسلث مختلف الأضلع التأسيمة الثانية بالنسبة لزوايا إما أن يكون المسلس حاد الزوايا وإما أن يكون قائم الزاوية أو يكون المسلس منفرج الزاوية نشوف تدريب بسيط على الكلام اللي قلناه ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة رقم واحد يمكن أن يكون المسلس متساوي الأضلاع وفي نفس الوقت حاد الزوايا طبعا كلام مصبوط العبارة الثانية يمكن أن يكون المسلس قائم الزاوية ومتساوي الساقين زي ما احنا شايفين العبارة صحيحة العبارة الثالثة يمكن أن يكون المسلس قائم الزاوية ومتساوي الأضلاع ما ينفعش العبارة خاطئة لأن المسلس المتساوي الأضلاع بيكون متساوي الزوايا وقياس كل زاوية تمام 60 درج العبارة 4 يمكن أن يكون المسلس منفرج الزاوية ومتساوي الأضلاع خطأ لنفس السبب يعني نقدر نقسم الكلام اللي بنقوله ده بنقول إن المسلس المتساوي الأضلاع بيكون حد الزاوية فقط أما المسلس المتساوي السقين فممكن أن يكون حد الزاوية وممكن أن يكون قائم الزاوية ويمكن أن يكون منفرج الزاوية والمسلس المختلف الأضلاع أيضاً إما أن يكون حد الزاوية أو قائم الزاوية أو منفرج الزاوية هناخد مع بعض نوع واحد من الأنواع دي ونبدأ ندرسه اللي هو المسلس المتساوي السقين نشوف مع بعض يعني إيه مسلس متساوي السقين نحن عارفين إن المسلس المتساوي السقين هو مسلس به ضلعان متساويان في الطول لكن المسلس المتساوي الأضلاع هو مسلس جميع أضلاع متساوية في الطول ترجمة نانسي قنقر